تحت هاشتاغ لا لتعديل قانون الأحوال الشخصية ينفجر الغضب عبر منصات العراق من سياسيين وصحفيين وناشطين ونساء لما وجدوا في إدراج القراءة لتعديل القانون في البرلمان سيؤدي إلى حرمان الأمهات والزوجات من حقوقهم والتحيز للرجال المنصة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية في العراق فجرت غضبها إثر قرار البرلمان إدراج تعديل القانون حيث حذر ناشطون من أن التعديلات المدرجة تخالف مدنية الدولة العراقية صورة مغايرة تحاول رسمها كتل سياسية تنبه لها مسؤولون بعبارات الرفض ودقي جرس الإنذار حيث ينص قانون الأحوال الشخصية المعمول بها حاليا في العراق على أن للأم الحق بحضانة الولد وتربية حال الزواج وبعد الفرقة ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها غير أن التعديل الجديد المقرر تصويت عليه غدا يسلب الأمة حق حضانة الولد إذا تزوجت وللولد المحضون حق الاختيار عند بلوغ الخامس عشرة من العمر في الإقامة مع من يشاء من أبويه إذا أنست المحكمة منه الرشدة في هذا الاختيار بينما التعديل الجديد على القانون هو تخييره بعمر سبع سنوات فقط التعديل الجديد للقانون يتضمن إدخال الوقفين السن والشيعي في قضايا الخلع والتفريق وهو ما اعتبره الرافضون للقانون ترسيخا للطائفية في إدارة الدولة والقضاء وأيضا ابتعادا عن الدستور الذي نص على مدنية الدولة العراقية بالإضافة إلى حقوق الزوجات الذي أثير عام 2021 إثر موجة غضب رافض لتعديل المادة السابعة والخمسين من القانون ذاته وهو ما يحذر نشاطاء من أنها تعديلات تتنافى مع مستقبل العراق المشرقة في الحقوق والحريات ترجمة نانسي قنقر